بسم الله الرحمن الرحيم مع هذه الحلقة من تفسير الآية الثالثة والعشرين من سورة الزمر مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يقشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضل لله فما له من هذا هذا متح الله جل وعلا لكتابه وكلماته ومن أولى بالمتح والثناء من كلام الله عز وجل ومن كتابه وقد علمنا أن أصدق الحديث كلام الله وأن خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث علي بن أبي طالب يقول إنه سمع النبي صلى الله وسلم يقول ألا إنها ستكون فتنة فقلت ما المخرج منها يا رسول الله فقال كتاب الله فيه نبأ ما كان قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم وهو الفصل ليس بالهزن من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه وهو الذي لم تنتهي الجن إذا سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرجل فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط المستقيم أيضا فيما رؤي عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن هذا القرآن مأدبة الله فتعلموا من مأدبته ما استطعتم إن هذا القرآن حبل الله وهو النور المبين والشفاء النافع عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن تبعه لا يعوج فيقوم ولا يزيغ فيستعتم ولا تنقضي عجائب ولا يخلق على كثرة الرد فتلوه فإن الله يأجركم على تلوته بكل حرف عشر حسنات ألا لا أقول ألف لا ميم حرف بل أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف هذا هو كتاب الله عز وجل وهو كما يقول الشاطبي في موافقاته كلية الشريعة عمدة الملة ينبوع الحكمة آية الرسالة نور الأبصار والبصائر لا طريق إلى الله سواء ولا نجاة بغيره ولا تمسك بشيء يخالفه وهذا كله لا يحتاج إلى تقرير واستجلال عليه لأنه معلوم من دين الأمة بالضرورة وإذا كان كذلك لزم ضرورة لمن رام الاطلاع على كليات الشريعة وطمع في إدراك مخاصدها واللحاق بأهلها أن يتخذه سميره وأنيسه وأن يجعله جليسه على مر الأيام والليالي نظرا وعمل لاقتصارا على أحدهما فيوشك أن يفوز بالبغية وأن يظفر بالطلبة ويجد نفسه من السابقين وفي الرعيل الأول فإن كان قادرا على ذلك ولا يقدر عليه إلا من زاول ما يعينه على ذلك من السنة المبينة للكتاب وإلا فكلام الأئمة السابقين والسلف المتقدمين أخذ بيده في هذا المقصد الشريف والمرتبة المنيفة القرآن كما يقول الصيوطي مفجر العلوم ومنبعها ودائرة شمسها ومطلعها أودع فيه علم كل شيء وأبان فيه كلها الدين وغي فترى كل ذي فن منه يستمد وعليه يعتمد شيخ الزرقاني رحمه الله يقول كلاما جميلا في وصف القرآن محكم السبكي متين الأسلوب قوي الاتصال أخذ بعضه برقاب بعض في سوره وآياته وجمله يجري دم الإعجاز فيه كله من ألفه إلى آيائه كأنه سبيكة واحدة لا يكاد يوجد بين أجزائه تفكك ولا تخاذل كأنه حلقة المفرغة نعم نظمت حروفه وكلماته ونسقت جمله وآياته وجاء آخره مساوقا لأوله وبدأ أوله مواتيا لآخره هذا كلام الواحد الخلاقي في دفتيه مكارم الأخلاقي هذا كتاب الله دستور ورى وبه رقي الناس والأعراقي هذا كتاب الله نور صاطع متلألئ كالكوكب البراقي هذا كتاب الله فجر مسفر من بعد ليل كالح الآفاقي هذا كتاب الله مصدر عزنا وبه سنشرق أروع الإشراقي هو خاتم الكتب التي قد أنزلت للسابقين بشرعة ووفاقي هو ناسخ الكتب التي قد حرفت بطواطئ الأحبار والسراقي هو نهجنا وفلاحنا ورشادنا وملاذنا وسعادة العشاقي هو للمريض علاجه وشفاءه هو رقية للمشتكي والراقي هو جنة من كل شر أو أذى هو للوراء الحصن المنيع الواقي وقصيدة جميلة في وصف القرآن الكريم يقول صاحبها وقفت حروفي عند باب نشيدي والشوق يرطض في مجالي وريدي والريشة الخضراء تهتف في يدي هيا ابدأي يا ريشتي وأعيدي هيا اركضي عبر السطور وغسلي بالحب وجه خيالي الموؤود هيا اكتبي إن الحروف مشوقة هيا اشربي من منبع التوحيد يا ريشة القلم الأصيل تأملي نهر الضياء يشق صدر البيدي هذه نبيع الكتاب تدفقت تجري بنور في الحياة جديد هذه هي الأمجاد تكمل حملها فاستبشري بسلامة المولود يا ريشة القلم الأصيل تدفقي نهرا من الشعر الأصيل وزيدي قولي معي للقارئ الفذ الذي يتلو فيشعرني بعز وجودي يتلو فيفتح ألف باب للتقاء ويفك عن نفسي أشد قيودي يا قارئ القرآن داوي قلوبنا بتلاوة تزداد بالتجويد اقرأ فأمتنا ترقع ثوبها بالوهم تخفض رأسها ليهودي اقرأ فأمتنا تعيش على الربا تنسى عقاب الخالق المعبود اقرأ لينجلي الظلام عن الربا وليسمع الغافي زواجر هودي اقرأ ليرجع من بني الإسلام من أصغى مسامعه إلى التلمودي اقرأ لعل الله يوقظ غافلا من قومنا ويلين قلب عنيدي اقرأ ليرجع ظالم عن ظلمه ويقر بالإيمان كل جحودي اقرأ ليسكت مطرب مترنح قتل الحياء على رنين العود ذبحوا مشاعرنا بكل قصيدة مسكونة بخيال كل بليدي إبليس باركهم وسار أمامهم متباهيا بلوائه المعقود اقرأ ليسمع كل من في سمعه وقر من الأقصى إلى مدريدي أحبتي نرجع بعد هذا إلى الآية الكريمة الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني القرآن الكريم قد وصف بأنه كله محكم وكله متشابه وبعضه محكم وبعضه متشابه فكيف نجمع بين هذا وذاك لقد وصف بأنه محكم كله في آيات عديدة نعم كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير معنى الإحكم في اللغة المنع من الفساد الإتقان فالقرآن الكريم كله محكم أي متقن يمتنى عنه الخلل والنقص في ألفاظه ومعانيه ولكونه يهدي إلى الحق وإلى الطريق المستقيم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد نعم كتاب أحكمت آياته تلك آيات الكتاب الحكيم ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة فهو غاية في الإحكام وقوة الاتساق بالغ في الحكمة أقصى غاية أخبارها حق كلها وصدق كلها لا تناقض فيها ولا اختلاف أوامره كلها خير وهدى وبركة وصلاع وهكذا لا يتطرق إليه الخلل ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه هذا عن وصفه بأنه كله معكم أما وصفه بأنه كله متشابه فكما جاء في هذه الآية الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني أي متشابها في الحسن والصدق والهدى والحق ومجيئه بالمعاني النافعة المزكية للعقول المطخرة للقلوب المصلحة للأحوال ألفاظه أحسن الألفاظ ومعانيه أحسن المعاني فالتشابه الذي يطلق على عموم القرآن ضد الاختلاف الذي نزه الله كتابه عنه ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا متشابه له في الحسن والإتقان والجود وفي العجاز وفي عدم الاختلاف وعدم التفاوت يصدق بعضه بعضا ولا يضرب بعضه بعضا لكن قد ورد وصف القرآن بأن منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات طيب وهذا قد يوهم شيئا من التعارض لكن لا بد من معرفة هذا الإحكام الذي خصت به بعض الآيات والتشابه الذي خص به بعضها الآخر حتى يزول ما يوهم التعارض القرآن كما قلنا محكم كله إحكاما عاما على النحو السابق ومتشابه كله تشابها عاما على النحو السابق أما الإحكام الذي يختص بعضا منه آيات محكمات فللمفسرين في هذا أقوال أقربها أن المحكم الواضح البين الذي لا يشكل معناه ولا يشتبه يعني لا يحتمل في الفهم أوجوها متعددة مختلفة والتشابه الخاص ما يشتبه معناه على بعض الناس ويشكل مثل النصوص التي قد يوهم ظاهرها التعارض فهذا النوع من المتشابه عندما يرد إلى المحكم يتضح معناه ويعلمه الراسخون في العلم فيشتبه معناه لكنه يتضح بالتدبر والنظر والموازنة ورده للنصوص الأخرى بعض أهل العلم قال المتشابه الذي لا يعرف معناه ألبتا وهذا ليس بصحية فلم يخاطبنا الله بما لم يفهم معناه بل إن الله جل وعلا خاطبنا بما نعرف معناه لكن قد نجهل كيفيته والعلم بالكيفيات فيما يتعلق بأمور الغيب ما رده إلى الله سبحانه وتعالى نحن نعرف الوصف نعرف معنى الوصف ونفوض الأمر في الكيف إلى الله جل جلاله كما سئل إمام دار الهجرة الرحمن على العرش استوى كيف استوى فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة شيخ الإسلام يقول ما أخبرنا الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر نعلمه من وجه دون وجه معلوم لنا من وجه وغير معلوم لنا من وجه فمعانيه المستفادة من دلالة اللغة ودلالة كذا هذا معلوم لنا أما حقائق هذه الأمور الغيبية كيفياتها فذلك التأويل الذي لا يعلمه إلا الله جل جلاله الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوب لذكر الله ومعنى مثاني أن الله جل وعلا يثني بذكر أشياء كثيرة في كتابه يذكرها في أكثر من موضع وكل موضع وكل سياق له خصوصيته وله الفائدة الجديدة التي تستفاد منه أيضا من معاني كونه مثاني أن الله جل وعلا إذا ذكر الوعد أعقبه بذكر الوعيد إذا ذكر حال أهل الشقاء أعقب ذلك بذكر حال أهل السعادة إذا حدثنا عن الجنة حدثنا عن النار ليظل العبد ما بين الخوف والرجاء وليظل قلبه ما بين الوعد والوعيد يرجو رحمة الله ويخاف ذنوبه ولا يجتمع الخوف والرجاء في قلب عبد لا سيما إذا كان في أيامه الأخيرة إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه الله مما يخاف فالله جل وعلا يذكر الشيء وضده يذكر المؤمنين ثم الكافرين يذكر صفة الجنة ثم صفة النار إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم كلا إن كتاب الفجار لفي سجين كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين هذا وإن للطغين لشرم آب جهن مستونا فبيسة المهاد ثم يذكر بعد هذا أن أهل الجنة لهم جنات عدن مفتحة لهم الأبواب وهكذا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله هذه صفة الأبرار عند سماع كلام الله جل جلاله وأي كلام أولى بأن تحسن النفوس استقباله وأن تقشعر منه جلود المؤمنين وأن تلين غير كتاب الله عز وجل الله جل وعلا يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس نعم أهل التقى هكذا يستقبلون كتاب الله عز وجل لما يفهمون منه من الوعد والوعيد والتخويف والتهديد تقشعر منه جلودهم من الخشية والخوف ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله لما يرجون ويؤملون من رحمة الله ونطفه وسبحان الله الفرق بين المؤمنين الذين إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجنا وبكيا وبين الذين إذا ذكروا بآيات ربهم خروا عليها صما وعميانا ما أبعد الشقة بين القاسية قلوبهم من ذكر الله وبين من تلين جلودهم وقلوبهم لذكر الله ما أبعد الشقة بين من يستمعون إلى كتاب الله يعني فتفيض عيونهم بالدمع وتخشعر جلودهم وتلين جلودهم وقلوبهم وبين الذين في قلوبهم قسوة كما قال تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله الله جل جلاله أخبرنا عن المؤمنين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم حدثنا فقال والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا لم يكونوا عند سماعها متشاغلين لاهين عنها بل مصغين إليها فاهمين بصيرين بمعانيها فلهذا يعملون بها ويسجدون عندها عن بصيرة لا عن جهل ومتابعة لغيرهم لو تتأمل في وصف القرآن الكريم لاستقبال الصحابة للقرآن يحدثنا عن دمع تفيض به عيونهم يحدثنا عن زيادة إيمان في قلوبهم يحدثنا عن اقشعرار جلودهم عن لين جلودهم وقلوبهم لذكر الله هذه حزمة أو باقة المعاني والآثار الجميلة والطيبة التي تتركها آيات الله في نفوس الرعيل الأول من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فابتبنا مع الشاهدين إن الذين أوتوا العلم من قبل إذا يتل عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا وفي هذه الآية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إذا يذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء الله جل وعلا يهدي من يشاء من عباده فضلا ويضل من يشاء من عباده عدلا الهداية هنا ليس بمعنى البيان لأن الله بين للناس جميعا البر والفاجر والصالح والطالع والمسلم والكافر لكن الهداية هنا بمعنى التوفيق الذي أصغى لهداية البيان وقبلها عن الله عز وجل يمنحه الله هداية التوفيق وهداية التوفيق لا يملكها إلا الله جل جلاله حتى قال الله لنبيه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وقد قال له قبل هذا وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم أما هداية البيان يملكها النبي صلى الله عليه وسلم ويملكها ورثته من علماء هذه الأمة على مدار القرون أما هداية البيان فلا يملكها إلا الله جل جلاله فإن قلوب العباد بين إصبعين من أصابعه وإن قلوب العباد أزمتها بيد الرحمن جل جلاله القلوب إليه مرضية والسر عنده علانية فإن شاء أقام هذه القلوب وإن شاء أزاغها جل جلاله إن أقامها فبفضله وإن أزاغها فبعدله فلما زاغوا فلما زاغوا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب فالله جل وعلا يهدي فضلا ويضل عدلا والهداية والإضلال بيده جل جلاله من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط المستقيم ومن يضلل الله من سبقت عليه شقوته من حقت عليه كلمة ربه لا يملك أحد يهديه بعد الله عز جلاله جل جلاله كما قال تعالى في هؤلاء الذين غلبت عليهم شقوتهم ولم تسبق لهم من الله الحسنى فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون صم بكم عمي فهم لا يعقلون أدوات التكليف موجودة لا تظن أنهم أصيبوا بصمم في الحياة لا يسمعون أدوات التكليف موجودة السمع موجود الآعين بصرها حديد والقلوب والعقول نافزة وحدة جدا لقد فجات الذرة وغزت الفضاء لكنها في عمل عن الحق الذي ينجيها من عقاب الله عز وجل وينفعها عندما تمثل للحساب بين يديه ولهذا قال تعالى وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير فيا حصرة على العباد آتاهم الله أدوات التكليف علموا بها ظاهرا من الحياة الدنيا لكن كانوا عن الآخرة غافليين لم ينتفعوا بها في أن يزحزحوا عن النار وأن يدخلوا الجنة فحقت عليهم كلمة ربك فهم لا يؤمنون اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اخدم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا اللهم وفق إخواننا في فرجينيا لما تحبه رب وترضاه اللهم بارك في هذه الحلقة واجعل اجتماع أهلها فيها اجتماعا مرحومة واجعل تفرقهم من بعدها تفرقا معصومة اللهم أمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد أن لا إله إلا أنت أستغفر الرأة أولئك